وفي المملكة العربية السعودية توفد المصريون على مقار اللجان الفراعية في الرياض وجدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية من جانبه قام سفير مصر بالسعودية ورئيس اللجنة الانتخابية بالتعاون مع عضاء البعثة الدبلوماسية وقنصلية من داخل المقار الانتخابي بالإشراف والتأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في أول يوم من أعمال التصويت ترجمة نانسي قنقر